انتم تخبين؟ آه في السيارة انتم جوا السيارة هذه الأصوات المذعورة شاهدة كمثيلاتها من صور مروعة على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق أطفال غزة هند رجب ذات الستة أعوام التي قتلتها قوات إسرائيلية برفقة عدد من أقاربها الطفلة ليان واحدة منهم عادت قصتها إلى الواجهة من جديد عبر تحقيق مستقل للأمم المتحدة خلص إلى أن السيارة التي استشهدت فيها أصيبت بثلاث مائة وخمس وثلاثين رصاصة نداءات تلك الطفلة أثارت تعاطفا عالميا وجسدت وحشية الاحتلال فهند لثلاث ساعات متواصلة حاولت الاستغاثة بفريق الهلال الأحمر الفلسطيني ولكن دون جدوى إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة برصاص الاحتلال في منطقة تل الهواء جنوب غربية مدينة غزة تحليل أجري مؤخرا لمسرح الجريمة قدم أدلة دامغة على أن موقع سيارة العائلة كان في مجال رؤية ذبابة إسرائيلية وأظهر التحليل كيف جرت إصابتها من مسافة قريبة بأسلحة إسرائيلية وفق التقرير الأممي فإن التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمة الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تقتل بدم بارد حيث عثر رجال الهلال الأحمر الفلسطيني لاحقا على جثة الطفل هند داخل مركبة وذلك برفقة ستة جثمين لأفراد من عائلتها وفي ظل التقرير خرجت إسرائيل لتغطي على جريمتها بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لاحقت بالمدنيين اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ليس بالأمر الجديد فهي مثلت أمام أعلى الهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة بنفس لائحة الاتهام كما أدرجت ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم دولا ترتكب انتهاكات ضد حقوق الأطفال خلال النزاعات وبحسب إحصاءات الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتل نحو أربعة أطفال كل ساعة في قطع غزة وتقول الأونروا إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في القطاع تجاوز عددهم خلال أربع سنوات من النزاعات في جميع أنحاء العالم